النهاردة طبعا كلنا صحينا على خبر حزين كلنا بالنسبة لنا طبعا وفاة الكابتن سمير عبدربو مدير النشاط الرياضي الأسبق في النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ينعون مبالغ الأسى والحزن الكابتن سمير عبدربو مدير عام النشاط الرياضي الأسبق وعضو النادي الذي وفته المنية صباح اليوم دعين المولى عز وجل أن يتخمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله في سيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون كبتن سامير عبد الربو عمل لفترة طويلة وسنوات طويلة في قطاع النشاط الرياضي في النادي الأهلي وكان علامة بارزة من علامات قطاع الرياضة في مصر بشكل عام وفي النشاط الرياضي بالنادي الأهلي بشكل خاص وعمل مدير عام للمركز الأولمبي في المعادي لفترة سابقة وأيضا كمان مدير النشاط الرياضي بنادي الجزيرة والظهور بل بالعكس كمان إضافة أخرى يمكن الدولة العربية والدولة الخليجية استفادت بخبرات الكبتن سامير عبد الربو في الفترات السابقة تحديدا عدد من الأندية في السعودية والإمارات طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي بناسة كبتن محمود الخطيب اتخذ قرار اليوم وتعليماته لإدارة النشاط الرياضي بالوقوف دي أحداد لمدة ثلاثة أيام على روح الكبتن سامير عبد الربو مدير النشاط الرياضي قبل بدء جميع تدريبات الفرق الرياضية تقديرا لعطاءه للنادي على مدار سنوات طويلة كان خلالها نموزجا للإخلاص والكفاءة رحم الله الفقيد الغالي